اشتركوا في القناة من خلال قناة بتيكات التعاون مع ميبيلين ميدل إيس معكم فرح الهادي ومعانا ولاء من ميبيلين رح نعرفكم أكثر على البراند ورح نقول لكم الأشياء الفيفوريت بالنسبة لي بالنسبة لها فضعي ولا أول حاجة نتكلم عن الهستيري ميبيلين ميبيلين كانت تصدق في 19-15 المنشأ ميبيلين كان عنده 19 سنة بس اسمه توماس وليامز سمى البراند وراء اسم أخته اللي هي شهي انسباردهم عن هذا البراند لأنه كان تستخدم دائماً موات طبيعية لرموشها عشان تسودها وتكثفها أكتر وكان أول منتج من ميبيلين مسكارا استخدام اليومي بطول وتكثف رموش حلو نزل وراء بسئلتش عن الشغلة أحس الشغلة ويد رح تسبيدني شنو مسوي بحواكبتش؟ حواكبي It's the new Mabeline Eyebrows Tattoo item بتحطيه على حواكبك بتعبي حواكبك بي بتقشريه بعد 20 دقيقة بالضبط بيفضل معاك ثلاثة أيام إذا يشاورد أو أي حاجة بيفضل ثلاثة أيام ثابت واو وايد يعني أحس هذا الشيء رح يفيدني لأنه أنا حواجبي دائماً أعاني وأنا أرسمهم وأحس هالشيء رح يفيد البنات يعني مثلاً حق البيتش حق السمر يعني إحنا هم أرقب الصيف ووايد أحس هالشيء يعني رح يفيد البنات اللي يعانون من حواجبهم هذي له أشكال البرودكس حق الحواجب وفي منهم درجتين أنتو تختارون الدرجة اللي تناسبكم ومثل ما سمعت أولاء قالت أول شغلة باللي شو فيها ميبلين المسكرات وصج فعلاً يعني مسكرات ميبلين أنا ما أستغني عنها خاصة هذي أنا حالياً حاطة منها والله صج تغنيني عن استخدام قرموش المسكرات ميبلين إن جنرال بيكثفوا قرموش قداً وبيبضلوا طول اليوم بيعتوكي سواد غامع في مسكارة نيو من ميبلين أكيد ما قربتهاش فيها كوكينت أويل بتسود بتكثف رموش بتطولهم وكمان بتغذيهم عشان يتوضع تدري ولا أنا هذي يبتها المسكارة من تركيا بسيحة ما جربتها الحين أحس بتحمسني أنا أجربها استعني سأجرب مسكراتي وأكثر الشيء علي حبها مسكرات لأن أنا واحدة ما أحب أحب أحط رموش دايماً نجرب أنا قردي حطة هذه المسكارة كففة أكثر هذي كففة فيها غوز الهند فتغذي رموش من كل وأنا في شغلة عاني منها رموشي ويد نادل بس هالي شوف شون رفعتهم يعني فرق هذي العين عن هذي هذا الشي نادلين واو ويد حبيتها ريحة غوز الهند لأنه أهم عنصر في المسكارة غوز الهند بيغذي رموشك وبيطولها واو شوفي الفرق كفين شوفي الفرق والله صج يعني أي واحدة تحطها المسكارة حسب بس خاص ما رح تطونيش دام إحنا حطين ميبيلين خلنشوف شون الأشياء مثلاً البس سيلر أو اللي هابين فيها حالياً محدش يعرف ميبيلين وما يعرش ايجي واين كونسيلر نعم ايجي واين كونسيلر ايجي واين كونسيلر ليس كونسيلر عادي في علاق بيعالج الانتفاخ والثواد لتحت العين بيعالج وبيغطي العيوب انا وايد احب هذا الكنسيلر لان احس اذا حطيته خلاص تعطيني المسكارة المسكارة نعم تستخدمي دائلي يوز لانه مش بيأذي ابداً البشرة بالعكس بيغذيها انا قا شوف هناك انوان وايد حلو نعم 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 احنا عندنا دلوتي دلوتي وكمان هادي هادي مات نعم ولون جلس حلو نجرب مات ويد الالوان الصيفية وكذي احسني كمان سيقلنا مور كولكشن بريس سون هنعمل ويد هذا اللون من درجات اللي انا ويد افضلها وحدها بالصيف تلوق احس حق اي لون بشرة ولا داد اشوف هنا برايمرات انا بالنسبة لي اكتر برايمر احبه لان بشرتي بهنية احب البرايمر اللي خل البشرة مات واحب البرايمر اللي واحد لون البشرة اي واحد فيهم تحسين الاصفر دلوقتي اول واحد الازرق بهايدريتنج ويأفل لك البورز المثاماتك كلها ترطيب نعم اي اهم حاجة في ترطيب اذا حدنا بشرته ناشفر البنك بيجلووي بيضيء البشرة ثمرية نعم الاصفر بيكمسل السواد ويوحد لون البشرة احسين ان انا قريب احسين ان اي احد الاشياء اللي اتوحد لون البشرة احس ان انا قردي خاص يعني بشرتي صارت صافية مقبل الفونديشن كوي ولا كان قد تشرح لي عن فلت جيت ستر مع الجي جي حديد من نيبلين الصراحة أنا ولا مرة استخدمت هالفلت بس حس وايد راح فيدي لأن طبيعة شغلي عندي تصوير فوتو شوت طلعة صفر هذا الشي في كل الأشياء اللي أنتي تحتاجينها يعني كل أساسيات المكياج موجودة بفلت واحد وفي شغلة أنا وايد أحبها بكولكشن جي جي حديد بس لأسف حالياً out of stock هذا الأيلينر راح نكون بديل عن الأيلينر اللي أنا أحبه من كليكشن جي جي حديد مثل ما قلت لكم فرشتة وايد سهلة حق المبتدئات أو مثل اللي ما تعرف ترسم عينها هذا الأيلينر فرشتة وايد للكم سهلة بنات في معلومة ضرورية لازم كلكم تعرفونها منتجات جي جي حديد بالميدل إيس كلها ما تضونها إلا بوتوثة exclusive وقبل ما تخلص الحلقة حابة أقدم لكم كم نصيحة تخص الجمال أنا عن نفسي ما أستغني عنها أول شغلة مستحيل أنا أنام بالمكياج لازم تحافظين على بشروتش علشان أي لو كنت سوينا يكون حلو ومرتب لازم تمسحين ويهبش يتركلينا قبل ما تنعني ثاني شغلة أنا مستحيل أطلع بدون sunblock كريم الحماية أحطها حتى ذا طالع بالليل لأنه يحمي من أي إضاءة أو من الشمس ثالث شغلة لازم تعتنين ذرموشتش علشان تستغنين عن تركيب ذرموش ودوري المسكرة اللي تناسب رموشتش وتطولها وتكثفها والشغلة الأخيرة لازم تعرفين تقسيمات ويهتش والأشياء اللي لايقى عليها علشان تعرفين تكنترينها مو كل كنتور يلوق على نوع ويهتش لازم تعرفين تبرزين ملامحتش بالكنتور وأتمنى أنكم استثرتوا معي بهالحلقة ومصايح ومسو الله